قال وكل وزارة الصحة المساعد لشؤون القانونية الدكتور محمود العبدالهادي إن الوزارة أصدرت 2664 شهادة ميلاد ووفاة لمقيمين بصورة غير قانونية في البلاد خلال العام 2014 وأشهد العبدالهادي في هذا الصدد بمستوى التعاون الذي يبديه الجهاز المركزي مع وزارة الصحة لتسهيل استخراج تلك الوثائق مؤكدا التزام الوزارة بتطبيق قرار مجلس الوزراء بوضع عبارة غير كويتي في حقل الجنسية بدلا من عبارة مقيم بصورة غير قانونية في شهادات التي تصدرها بعد التيقن من وضع صاحب العلاقة عن طريق مراسلة الجهاز المركزي